الرئيس سيسي يتفقد مركز النقل المتكامل ومشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة اليوم انطلاق القمة الأفريقية في دورتها الرابعة وثلاثين وأزمة كورونا تتصدر جدول أعمالها ترحيب عربي ودولي واسع بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا أسابع صباحاً الخامسة في جراناتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلاً بكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي هذا ووجه الرئيس سيسي بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية كفت الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز هذا كما تفقد الرئيس سيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة خاصة التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري وكذا طرق والكبار داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في مناطق الحي الثامن الجاري إنشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتستراد وطريق السويس هذا ما وجه الرئيس سيسي بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود وكذا التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق لتجديد المرافق في نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهاركة وطبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق موسيقى افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والكاتبة الصحفية كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام فعاليات دورة الأعلام الديني والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ ذلك بحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة ونخبة من كبار صحفيين والإعلامين أوضح وزير الأوقاف أن الندوة تعد إحدى فعاليات استراتيجية بناء الوعي بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما أشهد كرم جبر بعملية التنمية في مصر مؤكدا أن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والتي حدث بها تنمية إيجابية في فترة كورونا بينما أكد محافظ جنوب سيناء أن سيناء صارت رمزا للسياح من كل الأديان أطلقنا عام 2021 عام الوعي المستنير هذه الندوة له خصوصية أنها بتجمع ما بين الأهم المتميزين الوعيزات المتميزات شباب الإعلاميين من مراسل الصحف في الصفحات الدينية الهدف منها أمران الأول جنب التسقيف الديني الوسطي الصحيح كيف نتعامل مع النص الديني كيف نفهم القرآن الكريم كيف نفهم السنة كيف نفهم المقاصد كيف نخرج من دوائر الحفظ والتلقين إلى الفهم وإعمال العقل ثم تقنيات التواصل وبنأكد لا يمكن أن ننجر إلى أسلوب الجماعات الإرهابية في السباب والبزاء والخروج عن اللياقة والهدم دعونا أننا نواجه الهدم بالبناء وده اللي الرئيس بقول عليه التوعية وتحصين الرأي العام وتحصين ولادنا رجل الدين ده بتلعا منبر بيكلم قدام 3000 واحد بيخطب معاه فيهم رجل الإعلام اللي قعد بيكلم ورا الميكروفون الرجل اللي بيصور كل الناس دي كلها لازم تحصن ولازم تبقى عارفة الحقائق إيه هناك جماعة متربصة من أهل الشر بتحاول تجد صغرة في كل مشروع كبير عشان تهيلها للطرار احنا عايزين نقول لهم لا دورنا كإعلام كرجال دين كمسؤولين كمحافظين دور المجتمع كله نشرح الحقيقة للناس عشان نرفع روحهم المعنوية يبقوا عارفين أن البلد بعد ثلاث سنين هتضيف خريطة جديدة لها نظمت أكاديمية الشرطة حملة للتبرع بالدم بتنسيق مع قطاع الخدمة الطبية بوزارة الداخلية والجهة المعنية هذا وشهدت الحملة إقبالا من الضباط والطلاب على تبرع من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي الذي تحريص وزارة الداخلية على تفعيله وغرسه في طلاب الأكاديمية العلم، الخلق، الواجب شعار ترفعه أكاديمية الشرطة وتطبقه ميدانيا لإعداد ضابط شرطة عصري مؤهل لآداء رسالة الأمن السامية واستكمالا للجوانب التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب الأكاديمية تحرص الأكاديمية على تبني المبادرات الإنسانية التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين مثل حملات التبرع بالدم التي تنظمها الأكاديمية رسالة إنسانية تحرص الأكاديمية عليها في تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم يقبل عليها الطلاب والضباط كتلك الحملة التي جاءت بالتنسق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهة المعنية كياس الدم اللي بنقدر نجمعها بتقدر تفيد مرضى المستشفيات كلهم ومش بيبقى مرضى بس كمان وزارة الصحة كمان مرضى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية كمان مرضى الوحدات العلاجية اللي بيحتاجوا نقل الدم بصورة مستمرة حد الشيء نتأخر والذي أنا كنا بنتتابع إن إحنا نكون أول واحد تكون بتبرع بالدم أحس إن أنا بقدم حاجة لبلدي ومشاهل ومصر وده أكيد كان ألف واحد نفسه عمله غيري يعني مش بس بتكلم عن نفسي ده في مليون واحد نفسه يعمل حاجة زي كده لإن ده خير تعد حمالات التبرع بالدم جزءا رئيسيا في الاستراتيجية الإنسانية التي تطبقها وزارة الداخلية وتحرص عليها وجدنا كامل التعاون من الأكاديمية وجدنا كمان قبلية من الطلبة على التبرع بالدم وده سهلنا عملية التبرع لذلك نحن أنجزنا الحملة في وقت قياسي ده نتيجة رغبة الطلبة الشديدة في التبرع يضرب طلاب أكاديمية الشرطة مثالا يحتزى به ليس فقط في الانضباط الحياتي الصارم في تدريباتهم العملية والعلمية بل وأيضا في إنسانيتهم النابعة من وطنياتهم تنطلق اليوم قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الرابعة وثلاثين تحت شعار الفنون والثقافة والتراث نوافع من أجل بناء أفريقيا التي نريدها وستبحث القمة التي تعقد افتراضيا لمدة يومين عدة موضوعات من بينها التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد وإنهزته المختلفة ومدى فعالية الاتحاد في مواجهة جائحة كورونا كما ستشهد القمة تولي الكونغو ديمقراطية الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي خلفا لجنوب أفريقيا ترجمة نانسي قنقر تحركت مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي على أكثر من صعيد من أجل مصالح شعوب أفريقيا كانت عند الثقة والتي أولها إياها الأشقاء في القارة الزميل همم مجاهد يستعرض لنا في العرض التالي الدور الذي لعبته القاهرة خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين أعزاء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014 عظمت مصر من جهودها تجاه القارة الأفريقية من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجالات كافة فضلا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة الأفريقية كما كثف الرئيس من تحركاته وزياراته لدول القارة البداية مع الانجازات الاقتصادية حيث دخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيزة تنفيذ كما تم إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا وذلك لتشجيع المستثمرين داخل القارة وتم كذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في منتدى أفريقيا 2019 ونجح القادة الأفريقية وبمساع جادة من مصر نجحوا في صياغة أجندة التنمية المستدامة 2063 أما على مستوى الانجازات الأمنية والسياسية فقد تم توسيع الاهتمام بالمبادرة التي قدمها الرئيس السيسي وهي مبادرة اسكات البنادق وذلك بالحصول على تأييد مجلس الأمن كما وقعت مصر اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لعادة الإعمار بعد النزاعات ونظمت القاهرة الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وذلك في ديسمبر من عام 2019 فضلا عن دعم مصر للتوصل إلى اتفاقات النهائية مع أطراف النزاعات في ربوع القارة السمراء كما حملت مصر هموم القارة الأفريقية في المحافل الدولية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وشاركت في مختلف المؤتمرات والقمم الدولية وأيضا تمثلت الإنجازات على المستوى الصحي والإنساني في مالي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروسي وأيضا إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ومحاربة المجاعات والسيول وجائحة كورونا وفي إطار دعم مصر لشباب القارة الأفريقية تم إطلاق البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب الأفريقي وأيضا تنظيم ملتقى الشباب العربي الأفريقي في نسخته الأولى مشاهدين الأعزاء استعرضنا لكم الدورة المصري في إفريقيا انطلاقا من دور القارة في نشر التنمية في ربوع القارة السمراء شكرا لكم على طيب المتابعة رحابة مصر بنتائي التصويت على اختيار سلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي والمنعقد في جناف برعاية الأمم المتحدة أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تطلع مصر إلى العمل مع سلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة بعد الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل هذا كما أشهد المتحدث باسم الخارجية بجهود الأمم المتحدة في رعاية العمالية السياسية في ليبيا داعيا الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العلية لبلادهم وكذا كفت الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المصار السلمي لتسوية الأزمة بما يسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف تدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كفة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها أشهدت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التنهيدية في ليبيا وعبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن تطلعه لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في أقرب فرصة حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد انتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري وجدد المصدر دعم ومساندة الجامعة العربية لكافة الجهود الوطنية المبدولة للوصول إلى حل نهائي ومتكامل للوضع الليبي ترجمة نانسي قنقر جوتارش بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا دعينا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى احترام ناتجة التصويت هذا ونشد جوتارش في تصريحات صحفية جميع الأطراف بالعمل مع سلطات الجديدة في ليبيا مضيفا أنه من الضروري توحيد ليبيا والمضي قدما نحو السلام ستة أشهر مرت على تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أوسطس الماضي من دون أن تضي تحقيقات إلى الوقوف على أسبابه وسط مطالب دولية بضرورة أعلان نتائج التحقيقات الجارية بشأنه تحقيقات متعثرة وأزمة مستمرة وتضمر دولي واحتقان شعبي كلها أشياء خلفها بطء التحقيقة القضائية الساعية لكشف حقيقة الكارثة التي شهدها مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف فضلا عن أضرار مادية بالغة ستة أشهر مرت على انفجار مرفأ بيروت ولم تقدم التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني حتى الآن أجوبة للضحايا وذويهم ولم يحدد المسؤولية عن من يقف وراء هذه الجريمة والمتسببين فيها برغم احتجاز أكثر من عشرين شخصا وتوجيه التهم لمسؤولين حكوميين ولا يبدو أن تحرك ذوي الضحايا المتمثلة بالاعتصامات شبه اليومية للمطالبة بتسريع وطيرة التحقيقات آتت أكلها بل إن قلق الأهالي وعامة اللبنانيين بدأ يتعظم جراء محاولات إدخال التحقيق في متاهة التجاذبات السياسية وبالتالي تمس الحقيقة أمل بالقضاء نحن بالنهاية منا لح نستسلم لأنه هذه قضية هزت العالم ككل فمننطر نحن التحقيق ومننطر نتاجه وخلينا بس أنه نضلنا على أمل أنه قضاءنا لح نوصل يعني ما فينا نحن نتوقع من عنا ونجي نوضع فرضيات بعدنا مش لمسينا القلق ذاته شاركته أطراف دولية حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في بيان مشترك بضرورة إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية بعيدا عن أي تدخل سياسي مع التأكيد على تشكيل حكومة ذات مصداقية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة كارثة انفجار مرفأ بيروت رغم فجاعتها لم تسرع من خطوات القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة تستجيب للأزمة الصحية والاجتماعية وتشرع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها وإلى الولايات المتحدة حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة منع الرئيس السابق دونالد ترامب من تلقي أي إحاطة استخباراتية بسبب سلوكه غير المتوقع ولم يوضح بايدن خلال مقابلة مع شبكة قناة سي بي اس نيوز مخاوفه بشأن ما قد يحدث إذا استمر ترامب في تلقي الإحاطة لكنه تسأل عن القيمة التي يمكن أن يضيفها ذلك للبلاد مشيرا إلى أن أي رئيس سابق في الولايات المتحدة يسمر في تلقي بعض المعلومات الاستخباراتية خلال فترة معينة بعد تركه منصب الرئيس أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي مع يانشي مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية في الصين أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية بما ذلك في تشين يانغ والتيبت وهونغ كونغ وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكين ضغط خلال الاتصال الذي يعد الأول من نوعه على الصين لنضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الأحداث الأخيرة في مايامار كما جدد التأكيد على أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لمحاسبة بيكين على محاولات تهديد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك عبر مضيق تايوان قالت الشرطة البريطانية أنها تحقق فيما لا يقل عن خمسة حوادث عنف خطيرة وقعت بشكل منفصل في جنوب لندن شملت حادثة طعن قاتل وأضفت شرطة لندن عبر تويتر أن تسعة أشخاص آخرين قد أصيبوا وأنه تم منح رجال الشرطة سلطات إضافية لوقف وتفتيش أي شخص في منطقة كويدن جنوب العاصمة قال وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودوريان أنه أجرى محادثات مستفيدة مع نظرائه في أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن إيران وكيفية التعامل وأضاف لودوريان في تغريدة عبر تويتر أن المحادثات تطرقت إلى التحديات النووية والأمن الإقليمي بفضلا عن عدد من القضايا الأخرى أعلنت وزارة الصحة التسجيل 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 421 متعافيا من الفيروس من المستشفيات ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية لازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 131 ألف حالة أعلنت سلطات لبنانية عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا قال وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحفي إن جميع القطاعات ستفتح تدريجيا على أربع مراحل موضحا أن المرحلة الأولى تبدأ في الثامن من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين لافتا إلى أن شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظل ساريا قررت مملكة البحرين إعادة فرض قيود مكافحة فيروس كورونا اعتبارا من غدا الأحد ولمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس بعد زيادة حادة في عدد حالات العدوى خلال الشهر الماضي ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة أمرت بإغلاق صلاة الألعاب الرياضية والقاعات الرياضية وأحواض السباحة وقيدت عدد الأفراد في التجمعات العائلية بالمنازل بما لا يزيد على ثلاثين فردا حتى الحادية والعشرين من فبراير وقيدت السلطات أيضا عدد المشاركين في التمرينات الرياضية الخارجية بما لا يتجاوز ثلاثين فردا كما ألزمت المؤسسات الحكومية وغيرها من الكينات بالسماح لما يصل إلى سبعين بالمئة من الموظفين بالعمال من المنازل تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم مئة وخمسة ملايين حالة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من مليونين ومئتين وثمانية وثمانين ألف حالة تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الإصابات والوفيات تلتها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة في محلة روسيا في المرتبة الرابعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتحرك سريعا لتمرير خطته التحفيزية في الكونغرس لإنقاذ اقتصاد البلاد وأوضح بايدن في كلمة له أن خطته ستساهم في خلق وظائف وتزيد النمو الاقتصادي لأمريكا خطتي توفر المزيد من الوظائف والنمو الاقتصادي وتجعلنا أقدر على التنافس مع باقي العالم أكثر من أي خطة أخرى انظروا على ما يقوله كبار الاقتصاديين في العالم وفي البلاد انظروا ما يقولون عبر البحار معظم أو يقولون لو قمنا باعتماد خطة الإنقاذ فسنحتاج إلى أربعة ملايين وظيفة معهد بروكنز نظر على الخطة وقال الناتج القومي العام سيصل إلى إسقاطات ما قبل الجائحة بحلول عشرين واحد عشرين بمعنى أننا سنتعافى بحلول نهاية هذا العام والآن مشاهدين مقفى مع أخبار الرياضة تقام اليوم أربع مبارياتنا في الجولة الثانية عشرة من الذور الممتاز يلتقي خلالها فريق البنك الأهلي مع لقونة ويستقبل فيرامد ضيفه طلاء عجيش يحل أسوان ضيفا على الانتاج الحربي ويواجه المصري مضيفه المقاولون العرب يواصل فريق الأهلي استعداداته لمواجهة بايرم يونيخ بعد غد الأثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية تأهل الأهلي إلى الدور نصف نهائي للبطولة بعد فوزه على الدحالة القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحاة في المباراة التي جمعت الفريقين على سد المدينة التعليمية في مستهل مشواره بالبطولة غادرت بعثة فريق بايرم يونيخ مطار برلين متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداد لمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم الأندية خضعت كفة عناصر البعثة اختبار طبي خاص بفايروس كورونا قبل السفار إلى الدوحة تصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدور الإيطالي موقعا بعد فوزه على مضييفه في وارنتينا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما فالفتاح الجولة الحادية والعشرين من المسابقة بهذا الفوز رفع انتر رصيده إلى 47 نقطة ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن ميلا بينما تجمد رصيد في وارنتينا عند النقطة الثانية والعشرين في المركز الثاني عشر ويوجد فريق يوفينتوس مضيفه روما اليوم في الجولة الحادية والعشرين من الدور الإيطالي يبحث اليوفي عن الفوز للاقتراب من صدارة المسابقة حيث يحتل مركز الرابع برصيد 39 نقطة بينما يتواجد روما في المركز الثالث برصيد 40 نقطة والآن مشاهدين وقفة مع أخبار التقص يتوقع خبراء هاية الأرصاد الجوية أن يكون تقصى اليوم إلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة نهاية النشر وهذه تذكرة بأهم عنوية الرئيس سيسي يتفقد مركز النقل المتكامل ومشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة اليوم انطلاق القمة الأفريقية في دورتها الرابعة والثلاثين وأزمة كورونا تتصدر جدول أعمالها ترحيب عربي ودولي واسع بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا وختاما نحيط عن مسادة المشاهدين بأن ترادد أكشن نيوز الجديد هو 11785 معدل الترمي 27500 معامل استقطاع برأسي كنت معكم أنا فيروز مكي بمتم سالمين